أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل ثلاث حالات وفاة وإحدى وعشرين حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات تعافي وأقالت اللجنة إن محافظة حضرموت سجلت حالة وفاة وستة عشر حالة إصابة جديدة ليرتفع بهذا عدد الحالات في محافظة حضرموت إلى أربعمائة واثنتين وخمسين حالة بينها مئة وسبعة وخمسون حالة وفاة وستة وتسعين حالة تعافي وضفت اللجنة إن محافظة تعز سجلت حالة وفاة وأربع حالات إصابة جديدة بالإضافة إلى ثلاث حالات تعافي ما يرفع عدد الحالات في تعز إلى مئتين وستين حالة بينها ثمان وستون حالة وفاة ومئة وسبعة واربعون حالة تعافي وشفاء كما سجلت اللجنة في محافظة المهرة حالة وفاة ما يرفع من حالات الوفاة بالمهرة إلى 6 وفيات من إجمال 24 حالة مسجلة بالمحافظة كما سجلت اللجنة في محافظة شبوة حالة إصابة جديدة ما يرفع حالات الإصابة بمحافظة شبوة إلى 100 حالة بينها 25 حالة وفاة و48 حالة تعافي كما أعلنت اللجنة في محافظة لحج عن تسجيل حالة تعافي ليصبح بذلك إجمال حالات التعافي والشفاء في لحج إلى 44 حالة تعافي من إجمال 114 حالة مسجلة في المحافظة وبهذا يصل إجمال الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى 1318 حالة بينها 351 حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي إلى 595 حالة تعافي هذا واضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 12 مليون و300 ألف حالة منها 554 ألف حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي أكثر من 7 مليون و200 ألف حالة تعافي وشفاء